تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم لنا فالحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أبامه باعتباره شاهدا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأكد لكم أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون قرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر ستبقى ذكرى دست اكتوبر المجيدة عيدا لكل المصريين تخليدا لقوة إرادتهم وصلابتهم لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطلاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم كل عام وأنتم بخير ومصر الأبية في رفعة وسلام وتقدم